هلو جينور 5 أهلاً يا سنة 5 النهاردة إن شاء الله هنعمل ريفيجن وريفيجن مهمة مراجعة مهمة جداً على يونتس 1 و 2 علشان طبعاً امتحان اكتوبر والمراجعة دي هتكون من كتاب استباهد طبعاً مراجعة شاملة وجميلة جداً وتبقى لمواصفات الامتحان إن شاء الله ويلا بينا نشوف المواصفات ونشوف الأسئلة المواصفات هنا بتكون 3 أسئلة نعمل سيركل على الكلمة الغريبة هنطلع الأود ويرد يعني هيجيب لي أربع كلمات وفي كلمة مختلفة عنهم هنطلعها هنعمل سيركل عليها دايرة عليها هنفهم دلوقتي لما نحل الأسئلة طيب هنختار الإجابة الصحة أربع جمل وأربع اختيارات هنختار الإجابة الصحة هيكون تركيم طبعاً الجمل اللي نقصى فيها علامات تركيم نقصى فهنكملها طيب لو الامتحان بتاعي ما فيهوش نفس المواصفات هعمل إيه هتابع الفيديو أيوة هتابع الفيديو لأن إن شاء الله الفيديو دا شامل كل الأسئلة وكل الجمل يعني لو جالي ترتيب حتى أو جالي توصيل أو قطعة فبرضو هتيجي إن شاء الله من الجمل الموجودة هنا في الفيديو ويلا بينا نبدأ وركزوا معي رأس السؤال بيقول إيه يعني هنعمل دايرة على الكلمة الغريبة يعني هنطلعها برا طيب نحل السؤال دا إزاي؟ السؤال دا عايز تركيز بسيط منك يعني لو الكلمات الموجودة بتعبر عن فواكه ودخل معاهم كلمة من الخضروات هتطلع الكلمة اللي هي من الخضروات لأنها مش متناسبة مع الكلمات الموجودة اللي هي الفواكه طيب لو عندي مثلا أرقام أرقام ودخل مثلا معاهم ضمير هتطلع الضمير يعني لو عندي هي مثلا وعندي وان وتو وثري إيه اللي دخل ضمير هي مع الأرقام هتطلع هي وهكذا هنفهم دلوقت كويس جدا من خلال الأسئلة نمبر وين بيقولي كاروتس كاروتس دا أجز البيض دا فود بوتاتوز البطاطس وانيونز البصل طبعا كلهم خضروات والأجز دا نوع من ألواح الفود ملوش دعوة بالإيه بالفجتابولز يبقى نعمل سوركل على الأجز نمبر تو يعني ينمو ونخلي بني بالزمن الزمن دا مدارع يستمع دا برضو مدارع أوكي يعني جمع دا باس سيمبل ماضي بسيط يعني مش مدارع باي يعني يشتري زمن مدارع يبقى اللي هتطلعه بره هو الفعل يعني يجمع في الماضي دا باس سيمبل نلاحظ هنا انه الفعل ايه منتظم وباقي لها فعال مش منتظمة اوكي نمبر ثري بيقولي هنا يعني بانتظام وده ايه دا صفة ولا حال لا حال الحال بحطوله اللي هتطلعه مختلف عنه عنهم هو الحال يبقى دي ايه حال وباقي الكلمات ايه صفات نمبر فور بيقولي برايماري سكندري ترشاري نيوتريانس طيب عندي برايماري دي ايه برضو صفة سكندري ثانوي صفة برضو ترشاري اللي هي الحاجة الثالثة الدرجة الثالثة برضو دي صفة نيوتريانس يعني المواد الغذائية طبعا الكلمة دي اسمه الباقي صفات بعد كده بيقولي بروديوسر المنتج وفاكرين دي كانت كان عنصر مهم جدا في الفوديد شين يعني بيقوم بوظيفة في الفوديد شين بعد كده بيقولي ويت يعني قمح وده نوع من بلانتس كانسيومر المستهلك وده برضو عنصر من عناصر الفوديد شين دي كومبوزرز الكائن المحلل وده برضو عنصر من عناصر الفوديد شين يبقى ممكن أطلع من ويت القمح لأنه موجود في البلانتس والبلانتس أصلا دي كانت في البروديوسر طيب نمبر تو كاتربيلر ولا لزرد ولا سنيك ولا فوكس هي الكلمة الغريبة كاتربيلر ده ده الكنسيومر المستهلك اللي بيأكل بلانتس لزرد الكنسيومر اللي بيأكل فاكرين سمول أنيملز سنيك برضو كنسيومر بيأكل يبقى مين اللي هول قاوت ممكن نقول الكاتربيلر علشان هي بتاكل بلانتس خلاص يبقى دي المختلفة نمبر ثري بلانتد يعني زرعة ده ماضي بسيط واتورد يعني روا ده ماضي بسيط بروفايد يعني يزود بي وده مضارع بسيط هارفست يعني حصد وده ماضي يبقى عندي تلاتة ماضي وواحد مضارع يبقى ده لا يطلع المضارع اللي هيطلع اللي هو بروفايد بروفايد نمبر فور بينز الفول ولا مانجو ولا بانانا ولا باين ابل من الكلمة الغريبة عندي التلات كلمات اللي في الآخر دول مانجو بانانا باين ابل كلهم فروت وما فيش غير البيينز ده فود عادي يبقى ده اللي هتطلعوا برا بينز خلاص نحل بعد كده تشوز ونرجع تاني للسؤال ده بس ما ناخد شوية اسئلة من الاختيارات السؤال التاني بيكون تشوز رأس السؤال بيكون طبعا تشوز اختار نمبر وان بيقول لي أطفال كتير بيحبوا ايه نكمل الجملة يعني الفود ده سويت مسكر حاجة سويت مسكرة نشوف بقى الكلمات عندي الليمز الليمون فاكرين الليمون الاخضر والشوكولات اللي هي الشوكولاتة طبعا مسكرة وانيونز البصل ده طبعا ايه مش مسكر فالكلمة الصحة من السويت هقول لي شوكولات نمبر 2 دي قولي يعني العناناس ولا الانيونز البصل ولا الفول نوع من الفكهة طبعا هو نمبر 3 احنا مش بنزرع الناحية التانية او الجملة التانية احنا بنربيهم طبعا طالما بنربي يبقى يا فراخ يا كعو يا اي حاجة ممكن نربيها هنا بيقولي كوكونات اللي هو جوز الهند ولا لمون ولا طبعا 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 نمبر 4 بناخد من طبعا 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 نمبر 6 نمبر 6 مصريين كتير بيأكلوا ايه فور بريكفاست على الفطار بينز ولا لايمز ولا كوكونات طبعا بينز الفول نمبر 7 ماي سيستر لايكز اختي بتحب ايه جوز يترى ايه الكلمة اللي تنفع هنا جوز طبعا ما فيش غير اللمون لا البصل هينفع جوز ولا البين هينفع جوز اما المين اللمون عصير اللمون نمبر 8 بوتاتوز البطاطس ولا الليمز اللمون ولا الكارتز لونها برتقاني ده نوع من الخضروات نوع من الخضروات ولونها برتقاني طبعا الكارتز النموذج اللي بعدين نمبر 1 بيقول تشيك بيز الحموس are an important بيكون ايه مهم in many recipes يعني بيكون فيه وصفات مهمة بيكون ايه ingredient يعني وصفة او اسمها مقدار يعني حاجة بحطها في الاكل فبقول عليها ايه مكون او مقدار ingredient اوكي نمبر 2 plants and trees are called النباتات والاشجر بتكون ايه ونخلي بالنا علشان لو جانا ترتيب ازا جانا يعني او توصيل فنبقى عارفين الجملة دي plants والtrees بتكون ايه يا ترى producers منتجين ولا decomposers ولا insects طبعا producers منتجين اي حاجة خاصة بلانت بنقول عليها producer زي منتج number 3 when you grow plants لما بتزرع النباتات زي شدلق green المفروض يكون شكلهم اخضر وبيكونوا ايه براون بني يا ترى لو انا بزرعهم المفروض يكونوا بني بني دي لو ما فيش مية او الزرع تعبان او عايز او نقصوا حاجة او المفروض يكون ايه زرعينه وبتحول للون البني this is when we دائم تبقى plant بنزرعه وgrow برضو يعني يزرع ولا harvest بنحصده ذم اللي هما ايه الحموس كله بنعمل في ايه طبعا لما بيكون براون بني بنحصده يبقى هنقول ايه harvest number five the sun provides الشمس بتزود ايه for plants to grow بتدي ايه للplants عشان grow طبعا بتدي energy ايه energy طاقة number six هنا بيقول primary eat plants من اللي بياكل plants طبعا اللي هي المستهلك الاولي اسمه primary consumers لو مذاكر الفود chain كويس اي سؤال خاص بيا هنحله بكل سهولة وعند عندكم على القناة انا شرح الفود chain بالتفصيل علشان اللي عايز يرجع للسلسلة الغذائية هيلاء الفيديو بالتفصيل ان شاء الله number seven بيقول ل check bees blank to a group of food cold الحموس بينتمي لمجموعة من الطعام اسمه فاكرين البكوليات legends legends اللي هي في النص دي number eight 8 tertiary ولا secondary ولا primary consumers eat larger animals من اللي بيأكل الحيوانات الاجبر ده كان المستهلك فاكرين كان المستهلك الايه ثالث tertiary tertiary يبقى tertiary يبقى على طول larger animals بيأكل larger animals number nine animals are cold الحيوانات بتسمى ايه طبعا الحيوانات insects حشرات ولا ingredients مكونات ولا consumers احنا قلنا اي حيوان هو consumer مستهلك خلاص number ten decomposers ولا consumers ولا producers give nutrients back to the ecosystem من اللي بيدي المواد الغذائية وبيعجعها تاني للنظام البيئي طبعا اخر عنصر في السلسلة الغذائية كان اسمه ايه decomposers decomposers number one هنا بيقول لي it's yellow lemon لمونة صفرة هنا بيفكرني بالمفرد والجمعة احنا اخدنا المفرد بياخد يا اي ان الحاجة المفرد اللي ينفع عدها طيب الحاجة المفرد اللي هي حاجة سيلة ما ينفعش عدها زي الجوس العصير الملك اللبن ما ينفعش عدها فما ينفعش اللي حط الا والان اما الا no article يعني ما فيش اي اداة هاختار كلمة no article طب نشوف كده number one بيقول لي it's ايه هنقول لمونة صفرة لمونة صفرة دي بتتعد يعني ممكن اقول لمونز طالما الكلمة ينفع عدها يبقى في المفرد بتاعها هحط لها اي ان طب نشوف كده yellow حرف y هنا ساكن يبقى على طول اختار a انما لو هي متحرك لو ا او ا او 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 لو الكلمة yellow دي كانت كلمة بدأ بحرف من دول كنا اخترنا an انما هي اي على طول هنحط a اللي هي الاولى دي number two i drink انا بشرب milk before going to bed قبل ما اي ببنام نخلي بالنا هنا اي اللي بعد الاكواس طيب نفكر في milk milk هنا اسمه مفرد اي و مفرد طيب ينفع عدها لأ دي حاجة سيلة يعني هي في نفسها كده مفرد بس ما ينفعش عدها يبقى ما no اداة مفيش اي اداة قبلها يبقى صح هيقول no article number three there is بيكون اي اس هنا للمفرد bottle zجاجة of juice on the table على التربيزة يعني بيقول لي هنا في زجاجة ونخلي بالنا من اس يعني اس يعني حاجة واحدة وبottle هنا مفيهاش اس يبقى زجاجة واحدة الزجاجة الواحدة دي هتاخد قولنا اي an يبقى الاي والان بيحبوا حاجة واحدة بس نبص على الحاجة الموجودة اللي هي bottle نشوف الحرف الاولان فيها حرف البي البي هنا اي ساكن يبقى ما ينفعش an خالص لازم ناخد اي bottle اي bottle number four there is يعني يوجد ولمفرد اول مبلاء there is يبقى نختار مفرد طب ايه المفرد هنا عن juice عصير احنا قلنا الحاجة السيلة juice ناخد على طول no article ما ينفعش نحط لها la i والan number five it's انها تكون apple apple هنا خلي بالنا واحدة تفاحة الواحد قلنا الحاجة الواحدة بتاخد اي an امتى لو ينفع عدها طيب هنا التفاح اي وبيتعد يبقى ساعتها تنفع a وان طيب بس ينفع حاجة واحدة لو اولها متحرك زي apple ما ينفعش غير مين an an apple يبقى الاي هنا متحركة فاول هشان كده هناخد an apple اوكي number six بيقول لي انا معايا اج بيضة احنا قلنا الحاجة المفرد تاخد اي an بس الكلمة نبص على اول حرف فيها اج هنا البيض اول اي اول المتحرك يبقى اي على طول an number seven i would like انا عايز هنا sandwich sandwich واحد وممكن اعده يبقى اي يبقى اي an طيب هو فيه اي في الاول اول حرف فيه s s هنا يعني اي ساكن يبقى على طول اي a الاداة a number eight she likes هي بتحب honey very much honey هنا حاجة سيلة ما ينفعش اعدها يبقى ينفع اي لا ينفع اي يعني مفيش اداة number nine would you like هل انت بتحب orange هنا orange بعده بس هنا مفرد طيب المفرد بياخد اي زي ما قلنا يا اي an طيب orange اولها متحرك فتاخد اي an number ten mom want mama عايز onion onion هنا بصل والكلمة دي بتتعد يبقى اي يبقى ناخد حاجة بتعد اي اللي انفع مع المفرد بقى احنا قلنا لو هي مفرد تاخد اي an هنا o هنا fowl فتابعا لازم اي ناخد an onion طيب نحل لموذك كمان بعد كده نرجع للسؤال اللي هو بتاع اي اي اود وان نشوف كده السؤال اللي اختيار ده are there ونركز على القاعدة دي are there يعني هل يوجد لطول يبقى طماطم كتيرة يبقى الطماطم اللي فيها s ونخلي بالنا مين موجود هنا an an here بتحب السؤال خلاص number two i would like انا عايز اجز please انا عايز ايه لو سمحت بيد خلاص هنا هنختار سم والان هنا جملة مش سؤال خالص ده طلب يقول انا عايز فهنا هناخد ايه سم سم هنعرف دلوقتي زي السؤال اللي بعد نشوف number four او sorry number three بيقول please لو سمحت can i have يعني اقدر اخد هنا بيطلب ساعتها ممكن نقول ايه سم بس امتى ناخد سم لو سم بعد هكلمة جمع نركز كده فابل واحد بس ده تفاحة واحدة لا ساعتها مش هينفع ناخد سم يبقى الجملة دي تنفع تبع عندي ابل واحد يبقى على طول ايه ان حاجة واحدة ان ابل خلاص تركزوا في الجزء ده كويس لو كانت ابل جمع كنا ساعتها اخترنا ايه سم علشان ده طلب مش سؤال خلاص number four انا عايز سم ولا ان ولا اي باينابل باينابل انا ناسة واحدة واولة هارف ساكن يبقى اي على طول ان اورنج اورنج واحدة بس برطقانة يبقى ايه يبقى ايه او آن طب هنا اولها متحرك يبقى آن على طول number five بيقول لي do you have هل انت معاك كارتز وبيقول لي في الاخر please لو سمحت طالما لو سمحت يبقى هنا طلب فاحنا قلنا هنا لو السؤال هو هنا سؤال هل بس في اخر الجملة وضحني ان ده مش سؤال ايه قد ما هو طلب يبقى ساعتها هناخد ايه some carrots خلاص لو مكنتش please ممكن كنا قلني do you have any carrots هل معاك اي carrots انما التلمة please لو سمحت يبقى هنا طلب هنقول ايه some carrots طيب number six بيقول لي how about يعني ايه رأيك او ماذا عن ونخلي بقى القاعدة دي بتقول ايه how about والاسم ايه او يا اسم بعدها او يفعل في ing يبقى ماذا عن an orange يا ماما اوكي buy ولا buying ولا to buy لا هقول how about بتحب الفعل في ing how about buying نرجع تاني السؤال الود where ده الود one الكلمة الغريبة number one بيقول لي dangerous خطير ودي صفة horrible فاضية awful مفزع برضو صفة agree وافق agree يعني بيوافق وده فعل والباقي صفاتي يبقى طبعا هنعمل شركة العلاق agree number two good at صفة معناها جيد فيه able to قادر على ودي صفة bad at يعني سيء فيه ودي صفة برضو adjective great at يعني ايه جيد فيه او عظيم فيه طيب كلهم صفات طيب يبقى دور على الصفة المختلفة good يعني كويس وابل قادر وغريت عظيم عظيم او يعني حد شاطر في حاجة وباد يعني سيء يبقى الصفة المختلفة بقى هنا في المعنى هتكون bad at number three prize يعني جائزة award جائزة training تدريب middle ميداليا برضو بنكسبها او بنفوز بيها يبقى اللي ممكن يكون مختلف training تدريب number four powder boil يعني powder الحاجة powder البودرة boil يعني يغلي ده فعل bake يغبز cook يعني يطبخ طبعا كلهم افعال معادة powder اللي هي الاسم فدي اللي هتلا هتلا بره هعمل عليها circle circle التانية او السؤال التانية number one بيقولي sports person الشخص الرياضي ده صفة athlete الشخص الرياضي برضو player اللي يعب ودي حاجة برضو في الرياضة flag العلم طبعا flag هي المختلفة number two champion يعني البطولة successful الناجح ده صفة great عظيم صفة famous صفة يبقى champion اللي هي البطولة ده اسم ده اللي هنعمل number three causes يعني ايه ازباب harmful يعني مؤلم او اسمها دار harmful دار طبعا ده صفة problems مشاكل effects يعني اثار يبقى عندي كله اسامي يعني causes ازباب وproblem مشاكل واثار effects طبعا ايه harmful يعني مؤلم ودي صفة يبقى ده المختلفة number four lungs الرئة والهارت القلب والنك الرئبة وpeople الناس طبعا كلهم body parts اعضاء في الجسم معادة people الناس فدي الكلمة هتطلع برا number five competitor يعني المنافس ده اسم ممكن اوصف يعني اسمي بيه انسان seller البائع برضو ممكن اقول على حد انه بائع باسمي بيه انسان solution الحل الحل فاسم بس ما يفعش اقوله على انسان customer الزبون وده ممكن اي اسمي باسم انسان اقوله على حد customer زبون يبقى الكلمة المختلفة هي solution الحل number one هنا بيقول bread يعني الخبز ولا cheese ولا jam ولا lentil طبعا التلات كلمات الاولى تنفع مع breakfast وال lentil العدس مش هيمش معهم فهنعمل circle على lentil number two what ولا when ولا different ولا why طبعا كلهم ادوات الاستفاهام معادة different مختلف دي صفة number three happened حدثة wanted you read بس في الماضي wrote كتب في الماضي worked برضو يعمل بس في الماضي كلهم في past simple بس ايه المختلف بقى المرة دي ان فيه فعل منتظم وفيه فعل غير منتظم يبقى هنطلع wrote يعني ايه فعل غير منتظم يكتب number four sugar number four sugar ولا coffee ولا tea ولا milk طبعا عندي الثلاث كلمات اللي هما اللي في الآخر دول سوايل ينفع نشربهم وشجر ده طبعا حاجة مش سيلة مش باشربها فدي اللي هتطلعها بره النموذج اللي بعد كده عندي rich يعني غني ده صفة kind طيب صفة poor فقير صفة cage كفص ده اسم number two mix يخلط ده فعل dish يعني طبق add يضيف poor يسكب يعني برضو فعل sauce pan التاصة oven الفرن cup الفنجان طبعا الفنجان والسكينة والتاصة كل دول بستخدمهم oven اللي هو الفرن نفسه يبقى oven اللي ممكن الكلمة لتكون مختلفة شوية number four tomato ولا cucumber ولا chicken ولا carrot طبعا كلهم خضروات مع عدد chicken فراخ طبعا مش من الخضروات نموذج اللي بعد كده number one juice ولا water ولا butter ولا soap طبعا عندي كلهم سويل معده butter زبدة فدي اللي هتطلعها برا عمليها circle number two soil ولا field ولا cloud ولا form soil طربة ولا حقل ولا سحابة سحابة ولا form مزرعة طبعا السحابة هتطلع cloud number three beaches شواطئ ولا wild life الحياة البرية ولا lakes ولا rivers طبعا wild life الحياة البرية وكل الكلمات التانية مرتبطة بالوطر مية فالكلمة المختلفة هتكون wild life number four team ولا tennis ولا football ولا handball طبعا عندي كلهم انواع من sports الرياضة فالكلمة المختلفة هي team مش نوع الرياضة النموذج اللي بعد كده عندي number one krate taekwondo ولا cangfu ولا popular طبعا عندي كلهم برضو النوع من انواع الرياضة او اسم الرياضة وعندي popular اللي هو الصفة معناها ايه شعبي او منتشر فدي الكلمة اللي هتطلع بره number two angry غطبان دي صفة coin عملة ده اسمي مش صفة free مجاني وده صفة good يعني جيد ودي برضو ايه صفة فالله هتطلع بره من coin number three ceiling الابحار وده برضو نوع من انواع الرياضة swimming googles يعني نظرات السباحة ده بقى نوع من انواع الرياضة ولا sports equipment معدة رياضية لا معدة رياضية swimming pool مكان بلعب فيه السباحة swimming suit اللي هو ايه بدلت الايه السباحة يبقى ممكن مين اللي اطلعه بره التلات كلمات اللي هم في الاخر دول خاصين بالسباحة الكلمة الاولى الابحار نفسه فهو بعيد عن الايه swimming ده رياضة وده رياضة الباقي بقى ايه معدات او حاجات خاصة بالايه بالسباحة number four بيقولي راكت ولا بول ولا تيم ولا نات راكت المضرب ودي بنستخدمها او بنستخدمه في السكواش مثلا فدي اكويبمنت يعني معدة بول دي كورة بيستخدمها برضو في الفوتبول وتيم الفريق نفسه ونت الشبكة اللي برب فيها الكورة فطبعا هنطلع كلمة ايه هنطلع كلمة تيم الفريق هنا في الاخترارات number one بيقول his good ad هو جيد فيه كونج فو ولا swimming ولا تنس احنا قلنا good ad بتحب نون بعدها او جيراند اللي هو الفعل في اي نجي اوكي طيب هنا كل الاخترارات تنفع عندي كونج فو نون وتنس نون ايه و swimming بفعل في اي نجي يبقى ايه بالجملة دي في حاجة نقصة ممكن يكمل الجملة لازم يكمل الجملة يقول لي مثلا he can swim بيقدر يعوم يبقى ساعتها اقول هو شاطر في swimming اوكي يبقى هنا الجملة دي لازم تكون واضحة لازم جملة وراء توضح لي اختار اي اي رياضة بتقدر تلعب في الشارع في المدرسة وكمان في اي مكان طبعا اكتر لعبة مشهورة او منتشرة هي لعبة الفوتبول اوكي بعد كده نون بيقول لي او سوري ايه ثري انت محتاج اتنين من اللعيبة او او اربعة من اللعبة اللي ممكن نلعب بها باتنين او اربعة هي لعبة التنس نون في اي يا ترى you can't touch the ball with your foot ما تقدرش تلمس الكورة باي برجلك طالما رجلي مش في الموضوع القدم مش في الموضوع يبقى دي لعبة الهاندبول كورة اليد بنلعب باليد اوكي نون برس محتاج مركب علشان تعمل رياضة ايه طبعا يعني الابحور نون برس هيا بنا هيا بنا نعمل ايه في الفولي بول ان في كرة الطائرة يوم الجمعة طبعا هنلعب احنا قلنا قبل كده بتحب المصدر يبقى مفيش اختيار غير ايه من غير اضافات بابا دايما بيتفرج على مباريات كرة القدم على التيفي التيفي بتاخد ايه ان تيفي اوكي نومبر ايت هي شطرة في ايه اكتر من الغنى احنا قلنا ايه بتر ايت او جود ايت او بد ايت بتحب الاسم او فعل في اي نجي اللي هو جيراند فهنا عندي الرسم خلاص يبقى نختار دراو وفيها اي نجي نومبر ناين في ايه ترى you can't touch the ball with your hand هنا الرياضة دي بيقول لي ما نقدرش نلمسها بالإيد طبعا الرياضة اللي ما نقدرش نلمسها بالإيد هي كرة القدم لان اللعبة بالقدم يبقى ما فيش هاند طب العكس لو بيقول لي ما نقدرش نلمسها بالفوت يبقى ساعت هقوله لأ دي لعبة ايه كرة اليد الهاند بول يبقى الهاند بول ما ينفعش في اللعبة دي ألمس الكرة بالفوت في الهاند بول وفي الفوتبول ما ينفعش ألمس الكرة بالإيه بالهند نمبر تان محتاجين إيه أتنين من اللعيبة ونخلي بالنا إحنا لسه قيلين السؤال ده من شوية إتنين لعيبة أو أربعة يبقى على طول بتكلم في تنس بتكلم إيه في تنس طب هنا مفيش تنس لعيبة فيه غلطة لأن إحنا عيلين أن لعبة التنس فيها إتنين لعيبة واحد قصاد واحد أو أربعة إتنين قصاد إتنين يعني فريقين كل فريق فيه إتنين يبقى لا السكواش ولا سويمين ولا رونين يبقى الصحة هيكون إيه تنس الاختيرات اللي بعد كده بيقول لي نمبر سيفن اختار آم والإز والأر بعد كده الجملة بتقول هنا عايز يبدأ بالآم والإز والأر يبقى هنا معناها هل وزير موجودة يبقى هل يوجد طيب أنا عايزة أعرف زير بتاخد يا إز والأر طب هنا هختار إيه إز والأر هنشوف الكلمة اللي بنسأل عنها إيه اللي موجود هنا؟ جبنة الجبنة هنا uncountable noun يعني اسم غير معدود الاسم غير الاسم غير المعدود بياخد إيز يبقى هنقول إيه إز زير يبقى أي حاجة عندي حاجة سيلة أو حاجة ما ينفعش أعدها أختار معها على طول إيه إيز نمبر أيت بيقول لي برضو يختار آم والإز والأر ومعاها زير يبقى هل يوجد عندي هنا اللي بيسأل عنه إيه أجز البيض البيض هنا بيتعدي يبقى على طول أختار آر نمبر ناين هاو باوت باينج إيه رأيك أو ماذا عن إيه باينج شراء سم هنشتري شوية أو بعض بعض إيه؟ طبعا طالما فيه سم سم بتحب الإسم الجم على طول الإسم اللي فيه أس طب لو حاجة سيلة أو حاجة ما ينفعش أعدها تتحط زي ما هي طب هنا الموجود إيه؟ جريبس يعني العنب ده العنب بيتعدي يبقى نقول إيه؟ بعض العنب يبقى الصح اللي هنا هنختار الكلمة اللي فيه أس نمبر تان زرار يوجد هنا جملة إجابة جملة خبرية زرار يوجد إيه الموجود؟ بنانز موز على طول طبعا بنانز وجمع يبقى نختار إيه؟ سم على طول وكمان دي إجابة مش سؤال يبقى سم نمبر إليفن زير آرينت ما فيش أورنج أورنجز إنزاباج ما فيش في الشنطة إيه بورتقون عندي هنا الجملة منفية مين اللي بيجي مع الجملة المنفية؟ سم ولا إني؟ لا آني على طول بتيجي في الجملة الإيه المنفية؟ يبقى للجملة لو فيها نط على طول بختار إيه؟ آني بختار إيه؟ آني نمبر تولف زير إزنت ما فيش نخلي بالنا فيه إزنت برضو في نط سم ولا إني ولا آي؟ جام جام يعني مربة دي حاجة سيئة حاجة مش هينفع عدها فتنفع مع صم وإيه؟ وإني تنفع مع صم وإني طيب هنا الجملة بتقول نط مفيش نحن نقول اللي بيحب النفي هي آني يبقى الصحة نقول إيه؟ آني جام مفيش أي مربة نمبر ثيرتين زير إز يوجد يوجد أي بريد إن ذا باسكت يوجد خبز طيب البريد هنا ينفع عده ينفع قول آي بريد آي خبز لا طيب ينفع ناخد صم أيوة ينفع علشان إيه؟ الجملة هنا ما فيهاش نط الجملة خبرية وصم بتحب إيه؟ الاسم الجام أول حاجة الانكاونتبل نون الاسم اللي ما بيتعدش يبقى الصحة هنا صم تنفع عليه صم إني بتحب النفي مفيش هنا نفي ولا فيه سؤال بتحب النفي والإيه والسؤال نمبر فورتين إز زير هل يوجد؟ هنا نشوف الكلمة الموجودة بطر بطر هنا الزبدة برضو الزبدة إيه اسم uncountable يعني مش معدود يبقى نختار إيه ثامي وإني طيب الجملة هنا بيقول إيه يوجد ولا هل يوجد؟ لأ هل يوجد طالما سؤال يبقى إيه ناخد آني آني بطر السؤال اللي بعد كده are there يعني إيه هل يوجد وبتحب الجمع طيب فين الجمع هنا carrots الجزر هنا إيه اسم جمع طيب ينفع أول I carrots طبعا إيه معنى مفرد مش هينفع يبقى اللي هين فهنا صاموا اني طب اشوف الجملة تاني الجملة سؤال question احنا قلنا اني بتحب النفي وبتحب الquestion برضو السؤال يبقى الصح هنختار ايه اني الأسئلة اللي بعد كده بيقول number one my dad is good باباية good ايه احنا قلنا good at يبقى الصح good at mending broken things يعني بابا شواطر في تصليح الاشياء هنا جايت فيه يبقى good at number two he is very bad at هو سيء فيه هنه سيء فيه بتحب gerund يعني الاسم يعني الفعل في ong او اسم يبقى good at ايه او هنا bad at ceiling number three رانيم is very good at رانيم شطرة في السكواش شطرة فيه في السكواش طبعا هنا ايه بتحب بقولنا الفعل في ong playing squash number four mom is great at ماما شطرة فيه او عظيمة فيه cakes بتعمل ايه في الكيكس طبعا making الفرب في ong number five have is have يكون ايه at ceiling he doesn't like it خلي بالنا مش بيحب الحاجة دي اللي هي الغنى يبقى جيد ولا سيء فيه لا هيكون سيء فيها يبقى الصحة هتكون ايه bad لان اصلا ما ينفعش good لان good زي great الاتنين زي بعض يبقى المختلف هي الصحة او الصحة هنا اكتر bad number six they are هنا great at يعني جيد فيه او عظيم فيه their mom in the kitchen بيعملوا ايه كويس لما متهم في المطبخ طبعا المساعدة هنا هنقول ايه helping number seven sam is bad سامي بيكون ايه سيء فيه french في الحاجة يعني في اللغة الفرنسية هنا يكون ايه طبعا الفعل فيه speaking number eight tamir is good at tamir شاطر فيه but bad at tennis ولكن سيء في التنس طبعا ما كلمة لكن يبقى الجملتين عكس بعض يبقى هنا واحدة good الاولانية good والجملة التانية bad طب احنا قلنا good good at ايه طبعا playing طبعا فيش playing يبقى فيه لعبة على طول اسم اللعبة يبقى ايه فوتبول number nine my sister is very ايه اختي بتقول جدا ايه at writing poems هي في كتابة ايه القصائد طيب ممكن تكون شطرة وممكن تكون ايه سيئة هنا بيقولي she writes great poems يعني بتكتب قصائد كويسة يبقى على طول هي ايه good at يبقى نختار ايه good التشوز اللي بعد كده بيقول we have a big football in our town عندنا ايه لكرة القدم في مدينتي pole ولا pitch ولا park طبعا فوتبول المكان بتاعها الملعب اسمه peach peach number two the karate karate is always white بتكون دايما بيضة طبعا karate suit البدلة بتاعة الكراتي number three the tennis is often yellow دايما بيكون اصفر التنس ايه net ولا البول ولا shirt طبعا البول الكورة بتاعة التنس number four you can't play squash وزاود متقدرش يتلعب squash من غير ايه googles the googles دي نظرات بتاعة swimming suits البدل ولا raccots اللي هو المدرب طبعا المدرب number five in our school في مدرستي there is a tennis بيكون فيه تنس ايه to play tennis بنلعب التنس فين طبعا tennis court ملعب التنس number six when you go swimming لما بتذهب للسباحة او بتعمل سباحة where you البس ايه to protect your eyes علشان تحمي عينك طبعا جوجل number seven i have a black football عندي sweat to wear on playing football علشان البسها لما لعب كرة طبعا هيلبس football boots الحزاب بتاع كرة القدم number eight my friends and i go to the swimming احنا بنروح للسويمينج ايه when it's hot لما بتكون الدنيا حر ايه المكان بتاع السويمينج اسمه swimming ايه pool لست مكملين في التشوز number one بيقول واقل is good at football واقل شاطر في الكرة هنا بيقول that ولا than ولا than he is at tennis هو جيد فيه المفروض اصلا الجملة دي نصحح جملة good نخليها better لان هنا بيقارن بين حاجتين يعني واقل يعني هو عامل ازاي في الكرة دي والكرة دي هنا بيقارن بين مستوى هنا ومستوى هنا فمش هينفع اقول جايد فيه لا اقول افضل من هو كويس او افضل من في ايه ترى في لعب الكرة القدم عنها في كرة الايه التنس يبقى هنقول ايه والمفروض واقل is better at football than يبقى المفروض نختار هنا than بس لازم يكون في الجملة better هي ممكن تكون دي غلطة كده مطبعية او حاجة المفروض هنا ان ما هو اسمها ايه better at football than he is at tennis حتى هتلاقوها كده في كتاب الايه المدرسة number two we should drive our cars المفروض ايه ايه يعني نقود ايه السيارات بتاعتنا to help our planet علشان ايه نساعد الكوكب بتاعنا هنقودها بقى ايه ولا more ولا the most المفروض ايه يعني ناخد عربيات كتير او نسوق عربيات كتير ولا المفروض اقل لا اقل less more with the most هنا بيعتبر كتير فانعايز الاقل حاجة نستخدم عربيات يعني ايه على قد ما نقدر يعني نقلل الموضوع ده number three in the past في الماضي seas and rivers where في الماضي كانت البحور والانهار than today عن النهار ده المفروض ايه هنا موجود than يبقى هنا صفة مقارنة يبقى clean ولا cleaner 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 علشان than number four i am at tennis than i am at football انا ايه في التنس عن انا ما كنت في الكورة يعني هنا المفروض نقول bad زي ما هو مكتوب good لا المفروض هنا ايه i am a worse worse اسمها worse يبقى الصفة بتاعة المقارنة من bad اسمها worse اسوأ من انا سيئ في التنس اكتر ما نسيئ في الايه في الفوتبول number five هداية is one of هداية ملاك اللي اخذناها في الدرس هداية ملاك كانت واحدة من ايه famous Egyptian taekwondo players in Egypt هي واحدة من ايه بقى more ولا less ولا the most هنا طبعا صفة التفضيل the most famous Egyptian افضل ايه من افضل المصرين ايه او من افضل اللعيب المصرين number six the gold medal is الميدالية الزهبية is a important than the bronze medal عندي كلمة than يبقى صفة ايه مقارنة المقارنة ايه بتكون فيها ايه more yeah less اوكي the most هنا التفضيل مش عايزينها يبقى المفروض ايه نقول ايه الدهب اكتر من البرونز يعني اهم من البرونز يبقى نقول ايه more important number seven شريف رسمان is one of ايه بيكون ايه من paralympic ايه players من اللعيب من اللعيب اللي لعبو paralympic هنا هنحتاج صفة ايه تفضيل good مش هينفع ولا better than الصفة التفضيل هنا اسمها the best one of اسمها ايه one of the best واحد من افضل اللعيب خلاص بكده تكون اسئالات اللي choose خلصت في اسئلة تانية بس مكررة يعني نفس الاسئلة اللي احنا حلناها الاختيارات اللي احنا حلناها هتيجي تاني فخلص مفيش داعي ان انا اضيع وقتكو يعني ايه في اسئلة مكررة نشروف بقى سؤال جملة او جملتين في سؤال punctuate سؤال punctuate سهل جدا بنكبر اول حرف في الجملة ولو في ابوستر في نقصة بنكتبها ولو بنكلم حد وبنكتب اسمه في الاخر فبنحط قبلها كما لو كلمة please في الاخر بنحط قبلها كما لو سؤال بنحط question mark لو اجابة بنحط full stop لو اسم بنت او ولد بيبقى ولها كابيتل كلمة زي نهر الني الان بتكون كابيتل وهكذا احل معاكم number one بيقول لي what's your favorite food فريدة what's هنا ده question سؤال يعني automatic لي كده حط في الاخر question mark و w of what لازم اكبرها وطبعا فريدة ال f بتاعتها small لأ طبعا لازم ال f تكون كابيتل عشان ده اسم بنت فلازم ال a f تكون كابيتل خلاص في كل جملة هنلاقي ثلاثة من علامات التركين number two does dina like chocolate هل dina بتحب the chocolate هنا does لازم اعمل ال d capital و dina طبعا اسم بنت لازم ال d capital هل dina بتحب the chocolate ده question فهل في الاخر هنحط question mark يارب تكون استفدتوا bye bye